السوبر المصري ما بعد السوبر الأفريقي الوضع هيبقى فيه عامل ازاي؟ هل الزمالك يواصل للنشوة والجودة والأداء الجيد بعد السوبر الأفريقي ويقدم مباريات كبيرة في السوبر المصري؟ ولا يتراجع؟ هل الأهل يتأثر سلبياً في السوبر المصري بعد السوبر الأفريقي؟ ولا يكون حافظ ليه أنه يفوز بالبطولة؟ ومش هنسى أبداً بيراميدز وسلاميكا اللي أكيد ليهم نفسه حظوظ أو على الأقل حظوظ فيها طيب أنا حقول حاجة كده وجهة نظرية فضل يا فضل الأهلي في المباراة لو قابل الزمالك مش عايب أول أهلي اللي لعب في السوبر الأفريقي وستطق لا أنا فهمت بس عشان كمان المشاهد يفوز طيب الأهلي لعب مباراة السوبر الأفريقي ما كانش أحسن حاجة صح كويس صح ووصلنا لضربات ترجيح والزمالك كسب صح يا الزمالك نيزل كان عنده عنصرين مهمين هو طريقة اللعب والروح صح طريقة اللعب والروح إن كل اللعبات تقاتل وده عشان إحساس لعبة ناد زمالك إن أكتر من 70% من جماهير الكرة المصرية مراجحة كافة النادي الأهلي حيث صحيح فالنادي الأهلي ما لعب المباراة ما كانش فيه الاهتمام الكبير بالمباراة وبالتالي الأهلي اللي عمل كده في السوبر الأفريقي مش عمل كده في السوبر المصر عليك نور هو ده ده الكلام اللي بتقل اللعيبة يعني اللعبة النادي الأهلي إنتوا لازم تعوضوا إنتوا لازم تقتلوا لازم تجي مش عارف إيه راح من أكو إيه وكلام ده كله وده واجب ويتقال وكمان لعبة ناد زمالك إنتوا كسبتوا وشفتوا ما كنتوا رجالة وشفتوا ما كنتوا بحوش في الملعب وشفتوا بتقتلوا إزاي إنتوا كسبتوا ماش حتنخرج عن الكلام ده الأربع خمس عناصر دولة ماش حتخرج عن أمومة دولة الأساس الأهلي جاهز المباراة وكمان الزمالك إيجاز المباراة وأنا دايماً أقول مبرات الأهلي والزمالك بالورقة والأدم ما فيهاش حاجة اسمها أنا أحسن يعني